بداية وبدون مقدمات نطالب بالإفراج الفوري عن النساء المعتقلات في سجون البحرين لدوافع سياسية منها حق حرية الرأي والتعبير وحق حرية التجمع السلمي وغيرها من الحقوق المكفولة دوليا النساء اليوم في سجون البحرين يتعرضن الانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان مثلا في مبنى التحقيقات الجنائية ومبنى جهاز الأمن الوطني فرع المحرق يتعرضن الكثير من النساء للتعذيب الجسدي والتحرش الجنسي والتحرش اللفظي والتهديد باستهداف الأقارب وغيرها من المحام معاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية كما أيضا يتعرضن الانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان وحرمان من الحقوق الأساسية في سجن مدينة عيسى للنساء من قبل المسؤولة على هذا المبنى اليوم النساء ما يتعرضن له النساء في البحرين هو مخالفة صريحة للقانون المحلي من جهة وأيضا للقوانين الدولية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر